السلام يا أبوشة قلبي صباح الخير صباح الحب صباح الأيام السعيدة الأيام الجميلة صباح الحب والحب والمطر والبرد والقشطة والتوست وكل الأشياء الحلوة اللي تشبه عيونك يا بعد عيوني أنت اليوم رح نتكلم عن الاستعداد الاستعداد لإيش؟ اليوم رح نتكلم عن الاستعداد للي الله وعدنا به مو الله قال وآتاكم من كل ما سألتموه اليوم رح نتكلم عن كيف نطلع من رمضان هذا وأوراقنا في يدنا كيف رح نطلع وإحنا معنا كرت مكتوب فيه قد جعلها ربي حقق اتحققت خلاص معاشي الموافقة إنهم هم الفائزون أي واحدة فيكم رح تكون معاي اليوم أنا متأكدة وأحلفلش وأقسملش بالله العظيم لو قمتي بالأمور اللي أنا قاعدة أقولش عليها الآن إنه أنت آخر رمضان أو بداية شوال رح تقولي لي والله يا سماح إنها اتجلت أمور أنا أقسملش بالله العظيم وأنا مالي في علم الغيب والله سبحانه وتعالى يقول إنه فكر فقدر رح نتكلم اليوم في أكثر من محور لأنه اللي أنا قاعدة أقولش هيها اليوم هو عبارة عن كورس الكلام اللي فيه والله العظيم ما رح تلاقيين أحد يقوله لش بجانا والأمور هذي أنا أسويها بين فترة والثانية لكن أنا ما أحب أكثر في المواضيع هذي المحاور اللي رح نتكلم فيها أول شي رح نتكلم عن الاستعداد الأمر الثاني رح أقولش كيف تعرفين إنه أنت فعلا استعدتي ورح أعطيش العلامات اللي تقول إنه أنت طلبتي والطلب انقبل رح أعطيش إشارة بينه وكلام واضح تقول لش ترى الطلب انقبل باقي عليش تكملين باقي الخطوات بعدها رح نتكلم عن إيش الأمر اللي يخلي الطلب هذا يرسل بسرعة يطير أكثر من أي أحد ثاني وهو المحور الرئيسي في الكلام هذا كله اللي بعدها رح نتكلم عن إيش نسوي بعد ما نرسل الطلب يعني كده نقعد نستنى لحد ما يجينا البوكس اللي فيه الهدية المحور الأخير عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون عشان كل الأشياء اللي أنت طلبتيها ما تجيش زي ما أنت قلت يتبغينها لا لا تجيش لقوة غير لما أنت تطلبين طلب عادي غير عن لما أنت تطلبين أنه أحد يتعنى في الطلب هذا عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها أنا طلبت ووصيت على طلبي ما أبغى الجودة العادية ولا المتوسطة أبغى رقم واحد لو جاهز يا أبوشة قلبي قبل الشاي والقهوة وخش برقلك اليمين يا أمر قلبي خلينا نبدأ من زمان والله راح التحديث هذا ها والله ما عملت لها حساب أني أقول المقدمة هذه يا الله يلا رجعنا للخلف شوي حبيباتي وأبوشة قلبي في شعور كده في داخلي أنا متأكدة منه أنه أنتوا اللي دقيتوا علي الجرس أنتوا اللي قلتوا لي تعالي قلتوا لي إحنا نستناش لأنه أنا بالنسبة لي كنت مشغولة في السيرة النبوية فما كنت ناوية في الوقت هذا أبدا أنه أنا أتكلم بس في شعور ملح في عنوين كثيرة ظهرت لي أبغى أقوليش اليوم أنت مستعدة أو أنت جاهزة أنه أنت تأخذين الأمر اللي دائما أنت تطلبينا اللي دائما أنت تبغينا وهو موجود والله العظيم موجود الله سبحانه وتعالى يقول وآتاكم من كل ما سألتموه أنت اليوم مستعدة أنه أنت تأخذين الأمر هذا اللي أنت كل يوم تطلبينه من الله اليوم أبقوليش كلام فاض من قلبي ومتأكدة متأكدة أنه رمضان هذا الكل رح يطلع منه الكل رح يقول يس أنا نجحت السيرة النبوية وأنا أقولها أثرت فيني بشكل ما تتخيلونها فلقيت أنه حتى تفكيري المرة هذه مختلف يمكن أظهر لكم بعد رمضان بطريقة مختلفة أنتوا ما عرفتوها ما أدري يمكن ويمكن أكون أنا أبوشة قلبي وبعد عمري وحشة وشة يوفي اللي أنتوا تعرفونها بس صدق صدق سوت أثر في داخلي بكيت كثير كثير لكني تأملت ولقيت أنه الله سبحانه وتعالى قال في القرآن وكرر كثير كثير وأعدوا لهم وأعدوا لهم يعني إيش معنات الكلام هذا معناها أنه الإنسان في كل مرة لازم أنه يستعد ويقال من استعد استمد كلنا نعرف الكلام هذا اللي جاهز يطلع أول واحد دائما حتى في عزائمنا حتى في طلعاتنا حتى في رحلاتنا الجاهز أول واحد يطلع أول واحد يركب أول واحد يقلع أول واحد يسافر المستعد أول واحد يخلص من الامتحان وهذه تكفين حطيها لبين قوسين إحنا اليوم رح نتكلم عن الاستعداد وأول شي رح أقوله رح أقول اللهم أخرجنا من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك الشي الثاني رح أقول لش ليش قاعدة تسمعيني الآن ليش من اللي خلاش كذا تضغطين بالزر هذا وتدخلين عشان العنوان لو كنتي تعتقدين إن عشان العنوان فأنتي غلطانة في عناوين كثير صياغتها تجذب أكثر من العنوان هذا أنا اليوم أبغاش أول شي تفهمين وتعرفين أي شي الشي اللي أنت مستعدلة ترى يمكن فيه فرق بين أي شي الشي اللي أنت تبغينه وإي شي الشي اللي أنت مستعدلة وكل الناس تبغى وكل الناس تحلم كل الناس تتمنى بس أنا اليوم أتكلم عن رمضان أي شي الأمر اللي أنت مستعدة إنه أنت تطلعين بالرمضان وانتي ماسك ورقتها كده في يديش ماسكنها تقولين قد جعلها ربي حقا انتي عارفة ايش هم ولا انتي كده داخل رمضان بعشوائية ما تدرين ايش الشي اللي انتي تبغينها او ما تدرين ايش الشي اللي انتي فعلا مستعدة لها او هل انتي مستعدة لها او لا رح نتكلم عن طرق ورح نتكلم عن اسباب عشان اتجلي لنا الامور اللي احنا مستعدين لها كلامي اليوم يمكن يختلف عليكم لانه انا اختلفت من داخل انا تغيرت انا احس بالتغير في داخلي انا استعدت لما استعدت الاستعداد البسيط هذا لقيت انه انا تغيرت لقيت في اشياء في داخلي تغيرت في البداية اعتقدت انه انا تعبت او انفيني شي بس بعدين انا فهمت انها الامور اللي انا قدمتها لما قلت انا مستعدة ترى احنا في الحج نذبح ويوم عيد الفطر نذبح والله مو محتاجها مننا الله يقول لن ينال الله دماؤها ولا لحومها ولكن يناله التقوى منكم ايوه عرفتوا انا ايش اقصد صح تفهموني والله العظيم دائما تفهموني رمضان هذا احنا نبغى نقدم احنا عارفين واحنا قاعدين نقدم ان الله ما راح يناله منها اي شي لكن احنا نبغى نقدم بين يدينا التقوى عشان يقبلها الله مننا الله سبحانه وتعالى يقول فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنة فسنيسره لليسرى راح تقولين اهااا لحظة 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 شوي خليني اعيد الحسابات فاما من اعطى واتقى فسنيسره لليسرى يعني احنا نعطي اول مهم كمان قبل شوي ايش تقولين تقولين لن ينال الله دماؤها ولا لخومها يعني ايش معناها في اشي احنا لازم نقدمها اول لازم نعطيها اهاا اوكي هذه هذه هي محور كل الكلام اللي راح نتكلم عنه اليوم انا سويتها قبلكم ولمست شعورها لمستها حسيتها فقلت انه احنا كلنا لازم نتخرج من رمضان معنا ورقة القبول معنا امارات البشارة قاعدين نسمع ونشوف انا جزيناهم اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون نطلع من رمضان او نشوف بعد رمضان بايام انه اللي احنا استعدينا له واللي احنا طلبناه قاعدين نشوفها قدام عيوننا قاعد يتحقق كلام اليوم من الاشياء اللي ما راح تسمعينها مجانا راح تدفعين فيها مبلغ وقدره ولا تنسين انه احنا قلنا فاما من اعطى واتقى 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 لا تنسينها حطيني كده تحتها خط ضروري عشان تنتبهين عليها احنا هنا في الحياة ما خلقنا عبث ولازم نعرف الكلام هذا مدام احنا ما خلقنا عبث معناها احنا ما راح ناخذ شي احنا ما طلبناه او احيانا ما راح ناخذ شي احنا مو مستعدين له بمعنى اصح وبطريقها اوضح احنا ما راح ناخذ شي احنا مو قده يقول رب العالمين في صورة الزمر الآية 9 قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب يعني الناس في طبقات ودرجات اي والله اي والله طبقات ودرجات لما راح تتخرجين من رمضان ما راح تكونين انتي زي وحدة تابعت كل المسلسلات اللي في رمضان ما راح يستوون واحنا كلنا نعرف انه الله عادل وانه الله عنده موازين العدل وان الله لا يظلم الناس شيئا الله خلقنا سواسية كلنا زي بعض اعطانا السمع والبصر وفتح لنا السبل وعطانا كل الخيارات وعطانا الجمجمة هذه والاشياء اللي في داخلها وعطاش الحرية ايش تملين فيها السلة هذه اللي فوق راسش الجمجمة هذه اعطاش الحرية تحطين فيها اللي انتي تبغينا يعني ان رمضان هذا سمعت فيه سيرة نبوية ولخصتيها وفهمتيها وان والله ورمضان هذا تابعت فيه كل المسلسلات وشفتي رامز واخبار الفنانين ومقابلاتهم بالاخير الميزان ما رح يحكم الا بالعدل لانه هذا ميزان الله والحق هو اللي رح يحكم في الاخير بس رأنا الحد الان ما اقول فليش عن الخط الفاصل اللي انا فعلا مجرد انه كان في نية في داخلي الفترة اللي راحت حسيت بامور تغيرت لما امرنا الله بالذبح ما هو محتاج الذبايح هذه ولا محتاج الدم هذا ولا اللحم هذا هو لنا احنا لما فرض علينا صيام رمضان مو محتاجه من انا بس عشان يطهرنا احنا وعشان يزكينا احنا ليش انا قاعدة اقول المقدمة الطويلة هذه وانا بالعادة باقول مقدمات طويلة انا الفيديو اللي اقولها في ثمن ولا عشر دقايق ولا خمسة عشر دقيقة غيري ممكن يقولها في ساعة او ساعة ونص ليش اليوم انا قاعدة اعطيش المقدمات هذه انا ابغاش تفهمين احنا اليوم في الاختبار عشان في رمضان نبغى نلاقي نتائج نبغاها تطلع نتيجتنا نبغى نشوفها الحين انا ابغاش تحددين اول شي اتحددين ايش الي انت تبغينه بيت سيارة وظيفة زوج حدديه اذا تبغين تكتبينها اكتبيه براحت ايش انتي احنا لازم نوضح الطلب ما رح نكون عشوائيين لانه احنا مقبلين على رمضان احنا مقبلين على رب العالمين المرة هذه رح تجتمع مجموعة اشياء رمضان ايام فضيلة ليلة القدر فرح نكون مستعدين اسباب الفوز والنجاح كثيرة عندنا تقول لنا انه احنا ممكن نطلع منه احنا شايلين بيدنا مسكين ورقتنا كذا ممكن نطلع منه احنا فايزين فعلا ابو اقول ليش امر الاشياء هذي مو كثير اقولها انتي بعد ما تستعدي زي ما قلنا قبل شوي تكتبين والافضل انه انتي تكتبين وتقولين انا مستعدة اني اخذ كذا وكذا وكذا انا مستعدة انه انا السنة هذي اتزوج مستعدة انه انا اشتري بيت انا مستعدة اني المرة هذي رح توظف بس بنات تكفون لا تجيني وحدة مو موظفة اصلا وتقول انا مستعدة السنة هذي اني يكون عندي بيت انها تكون عندي طيارة خاصة وهي اصلا مو موظفة ترى حتى الاستعداد له درجات سماح رح تستعد لشي على قدها يعني سماح ما رح تطلب سيارة ب600 الف وانتي رح تستعدي لشي على قدش انتي ممكن السيارة هذي تكون قدش فيه كمان الاقل وفيه الاكثر مو حتى الاستعداد درجات دائما اللي يحاول انه ينط كذا من السلم في الغالب يتكعبل يطيح ويتكسر يعني اذا فيه احد ضحك عليش وقالش انه انتي تقدرين تكتبين اكبر امني هاليوم عشان تتحقق بعد رمضان فحكمي عقلش بس انتي اليوم اليوم ممكن تكتبين اشياء تتدرجين فيها من اليوم لبعد ثلاث اربع سنوات ايوا اقولش اكتبي اكبر هدف لانه الله ما يعجزه شي احنا ندري انه الله قادر لكني انا قاعدة اتكلم عن اشياء تبدأ تتجلالش بعد رمضان انتي عاقلة وفهمة وانا متأكدها انه انتي تفهميني وتعرفين انا ايش قاعدة اقول انا قاعدة اتكلم عن شي نهاية رمضان او بداية شوال تقولين والله يا سماح انه انا شفت الامر هذا قاعد فعلا يظهر في حياتي يعني لو انتي اليوم مو موظفة ممكن تطلبين وظيفة مو متزوجة تطلبين زوج تدورين على بيت وينقصش مثلا نص المبلغ نص المبلغ هذا ممكن فعلا انه يتجلالش الى اخر رمضان من وين ما ندري والله انتي لو استعدتي انتي في الطريق الصح لكن تيجي وحدة ما عندها حتى خمسين الف وتقول انا مستعدة انه انا بعد رمضان يكون عندي بيت ما في منطق ولا عقلي قبل الامر هذا وانحنا هنا مو قاعدين نضحك على بعض والله العظيم احنا ما نضحك على بعض احنا هنا ترابين الخوف والرجاء تعرفين منطق الخوف والرجاء اخاف منه واحبه اخاف منه وادعيه ادري انه قادر على كل شي وادري انه ارحم الراحمين بس اخاف منه اخاف منه والتجئ له اخاف منه وادعيه افر منه وارجع له هذا هو منطق الخوف والرجاء كل وحدة فينا رح تستعد للشي المناسب لها اللي بقولها ليش واللي انا ما احب اني اقولها دائما بعد ما تخلصين وتكتبين بصدق صدق صدق اش اللي انت تبغينا رح تمرين بمرحلة حزن ايوه ايوه مرحلة وكانها احباء كأنها يأس كأنها تشتت كأنه في شي كده في داخل شي يقول صدق رح يصير ما ادري رح يجيش الاحساس هذا اذا دق الاحساس هذا اعرفين انه انت طلبتي صح اذا جاش الاحساس هذا اعرفين انه انت طلبتي صح وانه انت استعديتي صح ايش اللي باقي ايوه 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 اللي باقي الاشياء اللي رح نقول عليها رح تقولين بالله يا سمح يعني لا تتفلسفين علينا وتعطينا كده الغاز تعطينا كده كلمتين وتروحين تخلينا فاسمعي اسمعي ليش تمرين بمرحلة الحزن هذه ليش أنا حزنت رح أقول ليش لأنه الله سبحانه وتعالى يقول حتى إذا استيئس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فهمتي صاح بس كمان رح أشرح ليش تأكدي أنه في كل مرة تسوين فيها كل الأشياء اللي في يدش وكل اللي تقدرين عليه وتبرين ذنبتش قدام الله رح تحسين بالشعور هذا كل مرة تشتغلين فيها على أمر بإخلاص رح تحسين بالشعور هذا يحسها الإنسان اللي يسوى كل اللي في يده كل اللي يقدر عليه سوى لما يوصل الإنسان إلى الزاوية هذه اللي كده ينزوي فيها ويبدأ يشك يحزن وكأنه مفاهم كان يقول آه رح يصير ما رح يصير والله هو الله قادر الله يقول سل تعطى الله يقول ادعوني أستجب لكم وأنا كتبت الآن هل رح يصير صدق صدق رح يجي صدق العريس رح يجي والبيت رح يجي أنا فعلا رح توظف فيحس بنقطة الحزن هذه اللي تشبه اليأس هي تكون نقطة مختلطة بين اليأس والحزن حتى أنت ممكن ما تفرقين بينهم ممكن ما توضح لش هنا الله سبحانه وتعالى هو اللي يقول يقول جاءهم نصرنا إحنا أحيان لما نكتب نوايا أو لما كده نظف أنفسنا سواء بداية السنة ولا بداية رمضان نحس بالتعب التعب هذا مؤشر يقول لش أنت اللي سويته صح فأنتي لازم تدخلين كده في مرحلة ركود لأنه السهم قبل كده يضرب وينطلق بعيد لازم يرجع الوراء فأنتي تدخلين في المرحلة هذه مرحلة إنزواء مرحلة كده تنطوين فيها مرحلة تحطين فيها راسش بين رجولش وتنزلين توصين تحت 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 واضحة طلباتش بس راح تصير أو ما راح تصير ما أعرف الشعور هذا دائما يسبق التجلي حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا اللي يوصل للشعور هذا لازم يعرف أنه هذا الشعور قبل يستلم الجائزة الشعور هذا قبل يتفضل على المسرح الأمر اللي بعده نبغى نقول أنه إحنا المرة هذه فالاستعداد هذا لازم نعرف أنه أمر المؤمن كله خير أيوة السفينة لما طلعوا وخرقوها تعتقدين أنهم كانوا عندهم لو 1% ظن أنه هذا الأمر خير لا طبعا خرق السفينة يعني أنه إحنا راح نغرق راح نهلك لكن الله غالب على أمره الله يعلم وأنتم لا تعلمون أنه أنا أشيل ابني وأرميه في اليم أخذه من موت مؤكد إلى موت حتمي هل أنا راح أقول أنه هذا خير هل أقدر أتخير أنه خير هي استجابة لأمر الله استجابة لأمر الله هو تسليم خرق السفينة كان تسليم أنه أنا أرميه في اليم كان تسليم فإذا ظهرت لش رسائل الأيام هذه تقول لش ترى اللي أنت تبغينه صار فيه عرقلة المعاملة حقتش تراها مرفوضة الطلب حقش تكنسل الجوال اللي توش اشتريته انكسر المبلغ اللي أنت جمعتيه جاء ظرف طارق وصرفته فيه البيت اللي أنت عينتي عليه راح عليش السيارة اللي أنت كنت تبغينها ما الله كتبها هنا أبغى أقول لش أنه واحد من شروط التجلي أنه أنت تستجيبين أنت اليوم اليوم اللي هو هذا اليوم كم اليوم السبت 2 مارس لو أنت اليوم نويتي معاي ولو أنت اليوم مشيتي معاي فرح أقول لش أنه واحد من العرقيل هذي رح تطلع لش في ربضان هذا قانون كوني إحنا قبل وش يقولنا أنه الله سبحانه وتعالى يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فأنا مو أحسن منش بس أنا الله أعطاني خبره أقدر أقول لشبهه أنه الأمر هذا رح يصير لو نويتي معاي اليوم ففي بداية رمضان أو حتى يمكن قبل رمضان رح تصير أمور رح تتعرقل الله قال إنما يخشى الله من عباده العلماء وأنا مو من العلماء بس أنا حب أوضح ليش صورة أنه في ناس هنا في الحياة عالمين ويعرفون أشياء ما يعرفها غيرهم والأمر هذا هي تجارب إحنا مرينا فيها وسمعنا تجارب ناس ثانية فأنا اليوم الله حطني في المكان هذا عشان أقول لش المعلومة هذه فأخذيها مني رح تصير عندش أمور ورح تتعرقل لأنه كل شي يسبقى امتحان كل شي يا حبيبة قلبي الابتدائي والثنوي والمتوسط والجامعة عشان تصيرين طبيبة وعشان تصيرين مدرسة وعشان تتوظفين حتى عامل النظافة يسولها امتحان يسولها امتحان قبل يتوظف فأبغى أقول لش انه انت رح تدخلي في الامتحان هذا فإذا امتحنتي استجيبي لأمر الله لو خرقت اي سفينة ايش رح نقول رح نرد فورا لا تدري لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمره تسليم ورضا بنات في شي يغيرني فأنا أبغاكم تلمسون نفس التغير هذا في شعور ما حبيت انه أنا أحسه وانتوا ما تحسونه ما حبيت انه أنا أوصل له وانتوا ما توصلوا له كلنا كلنا نبغى نفوز كلنا نبغى نوصل في مؤشرات قاعدة تقول لي أها ترى انتي أصبت الهدف أبرافو انتي على الطريق عشان أشياء بسيطة هي الأشياء اللي أنا قاعدة أتكلم معكم الآن فيها لكن الشي المهم الشي المهم احنا لسا جاينا في الطريق طيب تذكرون في بداية الكلام لما قلت لكم انه الله لا يحتاج لحومها ولا دماؤها ايوه الحين رح نتكلم عنه وهو مربط الفرس في كل اللي احنا قاعدين نتكلم عنه الآن احنا قبل شوي قاعدين نعطي تمرينات وتدريبات التمرينات والتدريبات هذه لا تقل أهمية عن الكلام هذا طيب ايش هو الشي هذا ايش هو الشي هذا اللي انتي تبغيني أقدمه عن ايش قاعدة تتكلمين ترى الله سبحانه وتعالى يقول ولو أراد الخروج لستعدوا له انتي تبغين تطلعين معاي صح تبغين أنفوز كلنا صح طمام الحين أنا قاعدة أذكرش قاعدة أذكرش مرة ثانية بالاستعداد الأمر اللي بعده أبغى أقول ليش تعرفين لما يقول الله سبحانه وتعالى ان الله يحول بين المرء وقلبه ايش معناها؟ معناها انو الانسان ينشغل بالأمر اللي مايفيده فاحنا الحي في رمضان كل المسلسلات رح تنعاد بعد رمضان كل البرامج رح نشوفها بعد رمضان وإذا ما شفناها ترى ما فعتنا شي والله العظيم احنا الحين عندنا فرصة فرصة انو احنا نتبدل فرصة انو احنا ندخل رمضان حماده ونطلع حماده ثاني انو انا ادخل رمضان سماح واطلع منه سماح بقراطيس نظيفة مشطبة بقراطيسي ومعاي ورقة كده رفعنها مكتوب فيها اني جزيتهم اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون الامر اللي بعده هو اهم واحد وإحنا رح نقدم شي لوجه الله المرة هذي برمضان هذا ترى هذا هو الكرت اللي فيه كلمة السر المرة هذي ابغى شي واحد بس شي واحد تسوينا في رمضان تقولين يا رب ما ابغى به الا رضاك بس ابغىك تكون راضي احنا في كل مرة في كل مرة نقدم عشان ناخذ نعطي عشان ناخذ والله غني عننا سواء احنا قدمنا او ما قدمنا الله يقول في الاثر انو لو الدنيا هذي تساوي عند الله جناحة بعوضة ما سقى منها كافر شربت ماء يعني الدنيا هذي كلها وكبرها ما تساوي عند الله اي شي ورح يعطيش بسبب او بدون سبب وهو يعطي الكافر والملحد والمشرك والمؤمن والمسلم ويعطي الملتزم وغير الملتزم ويعطي الزاني ويعطي الكافر ويعطي الفاجر يعطيهم كلهم فتأكدي ان الامر اللي انت تبغينه ما هو عزيز على الله واذا قدمتي شي مو معناها انو الله محتاجي الامر هذا بس احنا كده متعودين دائما انو احنا نتصدق بريال يا رب ارزقني يا رب اخلف هلي تمام ان شاء الله يا رب الله يخلف لنا كلنا بس احنا قلنا المرة هذي انو احنا نبغى نسوي شي مختلف نقدم شي ونقول يا رب ما اسألك به الا رضاك جربي 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 ونهاية رمضان رح تجيني وتقولي لي طبعا انا واحدة متعودة انو زوجي في رمضان يجيب لي حتى صاحب البقالة اي احد يجيبه يجيبه عشان يفطر عندنا فاحيانا ازعل واحيانا كده اضايق في داخلي ليه وبعدها لما يقرب الفطور يقول اه مافي احاولي مع احيانا الساعة خمسة يجيب لي ثلاث واربع اشخاص المرة هذي اعطانيها كده بصراحة وعلى بلاطة قال لي قبل يومين شوفي اعمل يحسابيش انو كل يوم رح يجينا من اربعة الى سبع اشخاص يوميا طيب انا منار تدرس وبالثانوية كمان وفعلا انا ما عندي احد يساعدني ابغى اقول لكم شي انو انتو الان وانتو تسمعوني ممكن يوصل لكم الشعور اللي في داخلي ممكن تقولون انتي تعبانة انتي فيش شي كلام اش متغير طريقت اش متغيره ممكن وممكن عادي لبعض منكم يحس انو انا سماح بس ابغى اقول لكم انو انا والله العظيم ما فيني شي ليش انا قلت لش الكلام هذا الان ابغى اقول لش انو انا بس في نية نويتها قبل كم يوم رح ارجع و اوضح لشيئها النية هذه خلتني في الوضع اللي انا فيه الان بس انا متأكدة اني في حالة تغيير في مرحلة ترانزيت انا في ترانزيت نزلت من طيارة عشان اركب طيارة ثانية وبدت بدت الرحلة هذه من امر من امر انا قلت فيه ما ابغى فيه الا رضاك انك تكون راضي هذا هذا يا رب ابغى يوم القيام فلما جاء بعد عمري وحششت يوفي وقال لي انو رح يجون كل يوم من اربع الى سبع اشخاص عجب لي الموضوع فاضفته للقائمة قلت يا رب هذه ما ابغى فيها الا رضاك ترى فيه امر قبله فيه امر كان متعب ويعني انا اشوف انه امر كان شاق عليه وكنت ابغى منه جزاء كبير كنت اسأل اقول ايش رح اطلب فيه ايش رح اطلب في الامر هذا وبعدين كذا في لحظة قلت لا يا رب هذا ابغى يوم القيام وابغى فيه رضاك بس انو انت تكون راضي عني لما عجبني الموضوع الحين انا عدت الكلام اكثر من مرة لما عجبني الموضوع وجاء موضوع الاشخاص هذول اللي رح يجون ويفطرون عندنا ضميتها للقائمة لانو انا حسيت ان الامر الاول اول ما قلت انو انا ما ابغى فيها الا ان انت تكون راضي وابغاه يوم القيامة ما ابغاه هنا في الدنيا فيه شي اتغير اول شي في نفسي في داخلي وما دام انا قاعدة احس بالتغيير هذا معناها انو التغيير هذا رح يطلع لي الى ايام الجاية رح يتجلم بس انا قاعدة الان اختبر ها 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 انت صادقة انت كذابة انت قد اللي قاعدة تقولينها او لا فالامر الاساسي من الكلام كله اللي احنا قاعدين نتكلمه اليوم يكون عندنا امر نقول لوجه الله لو انت ما جربت الشعور هذا قبل كده وترا كثير ما جربوه وانا مو احسن منكم انا توني بس من مدة بسيطة يمكن اول شي لما سامحت اللي قبل كم سنة وقلت خلاص يعني انا عفوت لوجه الله انا غفرت وما كنت ابغى من الغفران هذا اي شي ابغى بس ارتاح بس يا رب شيرهم الراسي فانا متأكدة انه كثير منكم ما جرب الامر هذا انتي يوم الايام طلعتي شي وعطيتها احد وقلت يا رب هذا ما ابغى فيه الا ارضاك فضطرتي احد حتى لو من الجيران وقلت يا رب هذا الصحن هذا يا رب ابغى يوم القيام فالحين انا اشدش واطلب منيش انه رمضان هذا ابغى شي انتي تسوينه كل يوم لو ما عندي شي تطلعينه او تتصدقين فيه وما هو بضروري لانه زبيدة سوت سقيا سقيا للحجاج من مكة الى ميناء سقيا على حسابها فلما ماتت واحد حلم انها في الجنة فقالها يا زبيدة اب السقيا الله ادخلش الجنة قالت له لا والله ولكن بركعات كنت اصليها في جو في الليل السقيا هذه لما سوتها في هذاك الزمان الكل غبطها عليها يا حظها فانتي لا تعتقدين انه الناس اللي يتصدقون كل يوم رح يكونون احسن منش لو ما عندي شي المرة هذه لما رح تختمين في رمضان اختميه لوجه الله ما تبغين فيه الا انه الله يكون راضي عنش وراح تشوفين المرة هذه لما رح تختمينها رح تختمين ختمة ثانية مختلفة عن اي مرة الامر اللي بعدها عشان نكون فعلا مستعدين ابغالش دعوة تدعينها يوميا دعوة وآية تدعينها يوميا ايا كانت الدعوة هذه انا ليش قبل شوي قلتلش اكتبي او افهمي وضحي ايش الشي اللي انت تبغينه يا رب ارزقني يا رب ارزقنا كلنا يا رب ارحمني يا رب ارحمنا كلنا كلنا نبغى الرحمة بس يا رب ارزقني ايش يا رب سهل امري سهل امري في ايش اللهم اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقينا عذاب النار احنا كل يوم ندعي بالادعية هذه بس انا المرة هذه قلتلش حددي حددي لانه المستعد دايما يطلع اول واحد حددي ايش الدعوة اللي انت تبغينها وخليليش آية آية اتكررينها بعد كل دعوة جربي تدعين الدعوة هذه الدعوة هذه الاصحاب الاشياء اللي متعرقلها اللي صار لهم زمن وهم يطلبونها للاشياء المتأخرة كل ما تتذكرينها كل ما تتذكرينها قولي عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون اذا قلتيها بالله عليش بالله عليش بعد رمضان اكتبيلي حتى لو كانت سيارة حتى لو كان بيت عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون تدرين ان البعض ممكن يحس انها لا لا والله ما بغي غيرها طرع انا ما اقول لش غيرها انا ما اقول لش يا رب ادعي يقول يا رب انك تبدلني غير عنها واحدة ثانية انا قاعدة اقول لش قولي خير منها عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها يا رب انا ابغى السيارة هذه عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها يا رب أنا أبغى البيت هذا طيب عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها وأنا مقدمة على الوظيفة هذه وأنا مقدمة عليها أقول عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها ولو أنت قاعدة تشتغلين أي وظيفة كانت أول ما تستلمين الأجر حقها سواء الأجر هذا أنت تحسين أنها قد تعبش أو ما هو قدها تمسكينها كذا قولي عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها أنا يا رب أبغى كمان أحسن منك بس لا تنسين إنا إلى ربنا راغبون الآية هذه متى أن قالت هذولي أصحاب الجنة لما غدوا على حرد قادرين ولما جوا عند جنتهم لما شفوها قد ما هي تبدلت قالوا إنا لظالون أكيد في شي غلط أكيد الطريق خطأ بعدين لما تأكدوا أنه لا والله ما في شي غلط قالوا عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا رغبون كان هذا عنوان التوبة هنا يا أبوشة ألبي أبغى أقول لش لو عجبش الموضوع فحطي لي كذا لايك من يد شي الحلوة وآخر شي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ومع السلامة في أمان الله باي